وصفة اليوم حبيبتي ستكون عبارة عن وصفة مبيضة كذلك مزيلة للتجاعد بما أنها وصفة تتكون من مكونات طبيعية فهي آمنة مئة بالمئة يمكنكم استخدامها واستعمالها بكل أمان مكوناتها طبيعية ومن مطبخكم إن شاء الله سوف نعمل على تفتيح البشرة لدرجات بالنسبة للمكون الرئيسي الذي سنحتاجه لدينا هنا القهوة القهوة تعمل على تبييض البشرة خمس درجات تخلصكم من التجاعد وذلك في ظرف أسبوع واحد ستعطيكم تبييض رأي سنستخدم هنا القهوة لأنها مكون غاني جدا بمضادات الأكسادة يعمل على علاج التجاعد والخطوط وكذلك تبييض البشرة تقشيرها وإزالة كل الشوائب إذن على بركة الله تابعوا معي هذا الفيديو لأننا سوف نقوم بيعني المرحلة الأولى وهي مرحلة تقشير البشرة سنبدأ بأول مرحلة وهي تقشير البشرة سنأخذ هنا تقريبا مقدار ملعقة من مطحون البن أو مطحون القهوة القهوة العادية وليست القهوة سريعة الدوبان ثم سنحتاج لمكون آخر وهو زيت جوز الهند بالنسبة لزيت جوز الهند يعمل على ترطيب البشرة أيضا يخلصها من كل الشوائب يعمل حتى على تفتيح بشرتكم سنحتاج هنا لكيميا هكذا من زيت جوز الهند أنتم يمكنكم تعويض زيت جوز الهند بزيت زيتون زيت لوز حلو يعني أي نوع من الزيوت متوفر لديكم يمكنكم دمجه مع مصحوق القهوة ثم تستخدمون هذا المقشر نحاول أن ندمج المكونات مع بعض حتى نتحصل على قوام سكراب أو مقشر يمكنكم أن تقوموا كذلك بعمل كيميا كبيرة واحتفظوا بها في عبوع ثم استخدموا هذا المقشر ليس فقط للوجه إنما لبشرة الرقبة اليدين وكامل مناطق الجسم يمكنكم استخدام لها هذا المقشر لأنه بالفعل رائع ومبيض كذلك سوف نأخذ كيميا بطبيعة الحال بعد تنظيف البشرة وغتلها بماء فاتر سنأخذ كيميا من هذا المقشر بأطراف الأصابع ونبدأ بتمريره على كامل بشرة الوجه باستثناء منطقات تحت العينين بطبيعة الحال لأنها تكون منطقة حساسة جدا دائما حبيباتي بشرة الوجه نقوم بتدليكها بلطف بحركات دائرية ركزوا جيدا على المناطق التي بها الرؤوس السوداء مثل الأنف، الضقن ونستمر تقريبا مدة خمس دقائق ونحن نقوم بعملية تقشير البشرة بهذه الطريقة مدة خمس دقائق بعدها تقومون بغتل بشرتكم بماء فاتر بالنسبة لخطوة التقشير فهي ضروري على الأقل مرة كل أسبوع أو مرتين كل أسبوع حتى تبقى دائما البشرة نظيفة خالية من أي خلايا ميتة أو من الرؤوس السوداء بعد ذلك سوف نمر لتحضير هذا الماسك المبيض والمفتح للبشرة لدرجات والذي سوف يعطينا كذلك حتى شد البشرة والتخلص من التجاعيد إذن على بركة الله، بالنسبة لهذا الماسك سوف نستخدم في مقدار ملعقة صغيرة غير ممتلئة من مصحوق البن أو القهوة كذلك سوف نستخدم الزبادي أو اليوغورت الطبيعي بدون سكر وبدون نكهة سنضع تقريبا مقدار ملعقة ممتلئة من الزبادي سنضيف أيضا مكون آخر مرطب مبيض بامتياز وهو الدقيق الأبيض سوف نحتاج لمقدار ملعقة صغيرة دقيق المخبوزات والحلويات الدقيق الأبيض أو الطحين الأبيض بالنسبة لهذا الماسك حبيباتي سوف يساعد في إكساب البشرة النظارة والإشراقة كما أن هنا الزبادي والقهوة وكذلك الدقيق فوائد رائعة جدا جدا في علاج التصبغات، تفتيح كذلك البشرة، ترطيب البشرة، شد الوجه وتغذية كذلك البشرة يساهم هذا الماسك في تأخير ظهور علامات الشيخوخة وتقدم السن بالبشرة بالنسبة للزبادي هنا فهو يحتوي على كذلك خصائص ممتازة كمضادات للبيكتيريا فهو يعمل على محاربة البطور، الرؤوس السوداء كما أنه سوف يمنح الترطيب للبشرة بالخصوص لكل من بشرتها تكون حساسة جافة جدا يقلل أيضا الزبادي من أعراض تهيج البشرة نخلط جيدا، بنسبة حبيباتي لهذه الوصفة يمكن أن تضعوها تحت منطقة العينين لمن لديها انتفاخ أو هالات سوداء يمكنكم استخدام هذه الوصفة تحت منطقة العينين نخلط جيدا المكونات إلى غاية ما تندمج كما قلت لكم بالنسبة لهذا الماسك فهو سوف يعمل على إنتاج الكولاجين والإلاستين بالبشرة ويعمل على التقليل من الخطوط الرفيعة في البشرة لأننا استخدمنا هنا الزبادي القهوة أيضا هي من أفضل المكونات لمحاربة علامات تقدم سن البشرة كما تلاحظون حسن على قوام كريمي ضروري هنا أن تقوموا بالخلط جيدا حتى تندمج فوائد القهوة مع الزبادي وكذلك الدقيق الأبيض بطبيعة الحال بعد أن قمنا بتنظيف البشرة جيدا يعني بعد تقشيرها بالنسبة للمقشر استخدموه مرة واحدة في الأصبر بالنسبة لهذه الوصفة تستخدم بشكل يومي يعني لا تحتاجون كل يوم إلى تقشير فقط غسل البشرة بماء فاتر حتى تتفتح لكم المسامات ونستفيد بشكل رائع نأخذ هذه الوصفة ونبدأ بتدليق البشرة جيدا هكذا حتى نقوم بتغطية كل البشرة بشرة الوجه بطبيعة الحال كما قلت لكم تحت العينين أيضا ضعوا له هذا الماسك بشرة الرقبة يمكن استخدام هذه الوصفة حتى لتبييض اليدين وكذلك إزالة الإسمرار منها نفس الشيء بالنسبة للقدمين وصفة حبيباتي ممتازة بمكونات كما رأيتم معي منذ بداية الفيديو هي مكونات كلها من مطبخكم آمنة جدا كما تلاحظون نوزع هذه الوصفة على كامل البشرة ثم أتركوها بطبيعة الحال تقريبا مدة 20 دقيقة إلى 30 دقيقة هذه المدة كافية جدا حتى نتحصل على نتائج إن شاء الله ستكون نتائج رائعة بعد أن تجف الوصفة أو تمر على الأقل 20 دقيقة تقومون بإزالتها وذلك بغسلها أو شطفها بماء يكون فاتر ثم في الأخير بالماء البارد وذلك لغلق المثامات وصفة حبيباتي ممتازة اعتمدوا عليها بشكل يومي فهي من أروع الوصفات وأنتم سوف تلاحظون منذ أول استخدام منذ أول استخدام سوف تحسون بانتعاش في البشرة كذلك رطوبة أما بالمداومة عليها مدة أسبوع سوف تعمل على تفتيح البشرة كما قلت لكم تفتح البشرة بخمس درجات لذلك داوموا عليها وأيضا بالنسبة للتجاعد فمن الأحسن إذا كانت لديكم تجاعد استمروا عليها تقريبا شهر إلى شهرين يعني دائما سير نجاح الوصفات كما أقول لكم دائما في جميع فيديوهاتي هو سر يعني نجاح الوصفات المداومة والاستمرارية استمروا على الوصفات ستعطيكم نتائج رائعة جدا جدا وبدون آثار جانبية لأن المكونات كلها طبيعية وآمنة إذن حبيباتي كان هذا هو فيديو اليوم أتمنى أن أكون قد أفتكم بفيديو اليوم نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد مع وصفة جديدة ودمتم في أمان الله